بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة برنامجكم قيم شرعية شرعنا في الحلقة الماضية في ذكر بعض ما يكون للمؤمن وما ذكره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين مما يبشر به وما ينذر به من ترغيب وترهيب ووضعنا أساسيات لذكر ذلك وكيف يسير الإنسان في هذه الدنيا بين أن يتذكر ما عده الله سبحانه وتعالى للمتقين وبينما عده لمن عصاه وكفر به واليوم خطابنا لأهل الإيمان وخطابنا أيضا لغير المؤمنين ماذا يحصل للمؤمن حينما يلج هذا الإيمان قلبه وحينما يدخل هذا الإيمان قلبه ويستحكم في صدره ماذا يحصل له من الخير العظيم سواء على نفسه أو في حياته بل يتعدى الأمر إلى الكون حوله بتغيرات بإذن الله نعرفها لكن نعرفها بإذن الله مع فضيلة الشيخ شيخنا الدكتور عبدالله شريكة مدير مركز تعزيز الوسطية حياكم الله شيخنا تحييك يا شيخ سعد ويبارك فيك ويجزيك على خير الجزاء اللهم آمين جزاك الله خير شيخنا آمين الله يحبظكم شيخنا شيخنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن أساس التبشير البشارة والندارة وكيف أن يكون المؤمن والداعي لله يبشر الناس بالخير وينذرهم عن الشر وكيف أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكافة الأمة أن يبشروا وأن لا ينفروا الناس عن الإيمان فاليوم من هذه الوصية وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم سندخل في بعض النصوص التي تفرح جميع مؤمن اسمع هذه النصوص من أعظم النصوص شيخنا التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان قبل الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الله أقر وقوله صلى الله عليه وسلم أن بل وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعجب عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن اللهم آمن الله يجعل يعني هذه الحياة الطيبة ومفهوم الحياة الطيبة وما هي الحياة الطيبة شيخنا؟ هل هي بسعة الرزق؟ هل هي بكثرة العرض من الحياة الدنيا؟ ما هي الحياة الطيبة شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياك الله الشيخ سعد مرة أخرى وحيا الله جميع الأخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج الذي نسأل الله جل في علاها ينفعنا وإياك وإياهم به من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة هنا صفتان إذا اجتمعت في الإنسان من الذكور أو الإناث تكفل الله له بالحياة الطيبة الصفة الأولى الإيمان والصفة الثانية العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة والإيمان يشيخ سعده وأن يأتي الإنسان بأركان الإيم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن يؤمن بالقدر خيره وشره وأن يأتي بما يتفرع عن هذه الأركان الإيمانية الستة من مسائل الإيمان والعقاد والعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه شرطان الأول أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن يكون خالصا لوجه الله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا العمل مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مقتضيات أولا تصديقه فيما أخبر وثانيا طاعته فيما أمر وثالثا الانتهاء عما نهى عنه وزجر ورابعا وهي التي نحن بصددها وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمنا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا لفظ مسلم لفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد يعني مردود كما تقول سد بمعنى مسدود رد يعني مردود أي عمل يعملها الإنسان على سبيل التقرب الله عز وجل وهو ليس عليه أمر نبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من العمل الصالح وسيكون مردودا وإن كان هذا العبد قد يؤجر على نيته الصالحة لكنه لا يؤجر على العمل المحدث يؤجر على أنه نوى أن يتقرب إلى الله عز وجل فمن توفرت طبعا بعض العلماء يقول لا حاجة أن نذكر الإخلاص يكفي أن نقول أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موافقا للسنة لما قالوا لأن الإخلاص من أهم الأسس في موافقة السنة من أهم وهو كذلك لكن أحيانا يكون الذكر من باب أطفل خاص على العام لبيان أهميته فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذا وعد من من؟ من الله عز وجل الناس اليوم إذا سمعوا وعودا من حاكم بلدهم من رئيس الجمهورية أمير الدولة الملك إلى آخره من فعل كذا يبشر بكذا يستبشرون خيرا ويفعلون الأمر ويلتزمون هذه الأخبار وهذه الوعود التي أطلقها حاكمه وهذا أمر طبيعي يعني لو قال الحاكم من فعل الفعل الفلاني له ألف دينار يعني تخيل لو قال أحد الحكام اللي بيصلي الفجر راح نعطيه 200 دينار على كل صلاة فجر ستجد الناس الحقيقة يتوافدون على هذه طبيعة البشر دائما يحبون الشيء العاجل يحبون الأجور العاجلة أكثر من حبهم للأجور العاجلة إلا من رحم الله فقوله تعالى فلنحينه حياة طيبة هذا وعد من الله عز وجل صادق الوعد جل في عمه الذي لا يخلف المياد وهو على كل شيء قدير فلنحينه حياة طيبة الحياة الطيبة يا شيخ ساعد ليهوم اللي تابعنا ضد الحياة الخبيثة الحياة التي كل ما فيها طيب وكل ما فيها من الطيبات جميل كل ما فيها من أسباب السعادة لأن الناس كما هو معلوم إما أن يكونوا سعداء وإما أن يكونوا أشقياء فمنهم شقي وسعيد جميل والإنسان يختار نفسه إما الشقاء وإما السعادة بحسب ما يختاره من العمل وواجب الدعاة أن يبشر الناس بالسعادة وينذروهم من الشقاوة ومن الشقاء إذا عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره سبحانه وتعالى من هنا بارك الله فيك نأتي إلى هذا السر من أسرار القرآن الله تعالى قال فلنحينه حياة طيبة يأتي السؤال هنا هل هذه الحياة في الدنيا فقط أم في الآخرة فقط أم أنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة جاء هذا الوعد مطلقا دون تقييد مما يدل على أنه يشمل حياة الدنيا وحياة الآخرة الله أكبر ترى نحاتي الوقت دائم الفواصل الحرص ما أود أن نقطع هذا الاسترسال الجميل شيخنا لكن نستعدنك فقط في فاصل بإذن الله توكل مشاهدين الكرام استعدنكم في فاصل قصير ونعود إليكم حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل قد تذاكرنا معكم قبل هذا الفاصل الحياة الطيبة لأهل الإيمان وقد أفاض الشيخ وأجاد جزاه الله خيرا بهذا المعنى وهنا السؤال هل حياكم الله شيخنا الله يحييك شيخ سعيد شيخنا السؤال هل هناك ارتباط بين الحياة الطيبة والسعادة نعم ما في شك أن الحياة لا تكون طيبة إلا إذا كانت سعيدة لا يمكن ولهذا دائما ركز في هذين الأمرين الأول الإيمان والثاني العمل الصالح ثم تأمل حفظك الله الوعود الربانية لمن اتصف بهذه الصفات سواء من الأنبياء أو ممن سار على هديهم ونهجهم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم آمنوا وعاملوا الصالحات شوف لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شوفوا الوعود العظيمة ومما لا شك فيه أن الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة مرتبطة بالسعادة مو معنى هذا أن من يحيى حياة طيبة لا يتعرض للإبتلاء لا سيبتل وهذا شأن المؤمن ولذلك في حديث أشرت إليه في حلقات سابقة شيخ سعد في قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير والله تعالى يقول حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ويقول سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لابد الإنسان فكونك والله تصاب بأمراض تصاب بشيء من الهمون هذا من باب الاختبار شيخ هذا تكون كفار الذنوب وتكون ابتلاء لك وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يذره وليس عليه خطيئة يترك على هذه الأرض يمشي وليس عليه أي خطيئة ولهذا ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر عن ذنوبه حتى الشوكة يشاكها شوفوا الشوكة تكفر عن ذنوب المؤمن المؤمن تصير حياته كلها غنيمة تصير حياته كلها سعادة تصيبها البلوة ويقول الحمد لله الله يصبرنا يصبر ويحتسب أجر عليها وربما كان يفرح يعني كان بعض السلف رحمهم الله وإذا أصيب ببلوة عظيمة يتألم من جهة ويشعر بالفرح من جهة أخرى الفرح على ماذا؟ ليش؟ لأن يقولك أن هذا البلاء يدل على عظم ديني عند الله يبتل المرء على قدر دينه والإنسان قد يجمع الله له بين الألم والفرح يعني شوف المرأة عند الولادة عندها مشاعر الألم والفرح من آلام الولادة وكذلك الفرح بقدوم المولود عسى الله يهنيهم جميعا آمين شيخنا هنيس سؤال شيخنا مفهوم السعادة الذي تشوه الآن في وقتنا هذا بشكل كبير جدا شيخنا وصار السعادة بالنسبة للناس شيخنا وكثرة العرض كثرة المال كثرة الجاه وجود الجاه عند الإنسان هذه المفاهيم هل هي حقيقة السعادة أم أن السعادة مفهوم آخر في الشريعة ومعنى له آخر؟ نعم السعادة ليست بما ذكرت من الأمر سبحان الله نحن في زمن شره كثير ولكن فيه خير وفيه مواعظ يعني شوف الأجهزة المتنقلة هذه الهواتف أصبحت يعني شر على كثير من الناس وينتفع بها كثير من الناس تأتيك مقاطع أحيانا أطفال يعيشون في بيئة فقيرة جدا حتى أحذية ليس عليهم أحذية ويلعبون بألعاب بدائية وحد فيهم يسوي شذي شكل من الطابوق أنه تلفون عنده وتكلم فيه وسعيد يشعر بسعادة غامرة تجد الفلاح في أرضه سعيد بخلاحته وعيشه مع الأرض بمائها وبذورها وتجد راعي الغنم سعيد في رعايته للغنم ويعيش معها وراعه صاحب الإبن ينامهم طم المرتاح كل هؤلاء سعادتهم مختلفة عما يظنه الناس الناس يظنون أن السعادة أن تكون غنية وكم من الغني لم يذوق طعم السعادة والناس يظنون أن السعادة بالوجاه والشهرة وكم من وجيه وشهير تجده يعيش حياة التعاس وكم وكم الناس يظنونها بالمناصب نفس الشيء والعجب في هذا أنك تلاحظ اليوم يعني أنا من المقاطع التي رأيتها رأيت مليار ديرية ينتحرون طبعا هم يسمونها باسم يعني اختار أن ينهي حياته جيد واحد رصيدة سبع مليار واختار أن ينهي حياته وين السعادة وين السعادة في حين أنك تجد بعض المؤمنين والمؤمنات إذا استحضر الأجور العظيمة في القبر ونعيم القبر وكيف يوسع للمؤمن وكيف 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 فما عدى الله له يقول أشتاق لرؤية الله أشتاق للقبر أشتاق أن أرى ملك الموت وأنا على خير حال يا رب على التوحيد وحسن خاتمه وطاعة إلى آخره شوف هذا إنسان من سعادة الإنسان أنه لا يفرح بما أتاه من الدنيا ولا يحزن على ما فاته منها يدركون الفرق العظيم ترى الفرق بين الدنيا والآخرة من أعظم ما يمكن ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان إثار الباقي على الفاني هو الخير من فيه عندك وكيف تشوف خل هذا الذهب عندك مزعين بس ها ترى يومين يبن أخذ منك أو تبه الكرسي هذا عندك على طول ما فيه أقل يقول لا أبي هالكرسي صح ولا خطأ خل عندي هالخشب ولا أني أخذ الذهب يومين ويذهب عني يقول رحمه الله فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى يبيلها تأمل يبيلها تعقل يا من تؤثر الدنيا العاجلة الزائلة على الآخرة الباقية الآجلة التي فيها السعادة الحقيقية الدنيا هذه مهما كان فيها مكدرات لقد خلقنا الإنسان حتى لو كان سعيدا فيها مكدرة لأن السعادة الكاملة مموجودة إلا في جنات النعوة لا يمكن للإنسان أن يحيى سعادة كاملة إلا في جنات النعوة العلامة بن القيم الشيخ سعد له كلام عجيب نسيت الآن في أي كتاب من كتبه ربما في الوابل الصيب في مقدمته لما تكلم عن القلوب والسعادة إلى آخره وأقسامها أو ربما في مفتاح دار السعادة يقول الهم الهم جند من جنود الله الله يسلطه على من شاء من عباده تلقى في ناس والله شفيك والله هنا ضيقة خلق ضيقة صدر عنده ماله عنده كل شيء من شنو ما أدري شفيك ما مكتم ما أدري ما استطيق يا ابن الحلال من شنو ما أدري حلو هم يقول ابن القيم لو أن الملك أحاط قصره بعشرات الآلاف من الجنود وعطاهم أوامر صارمة لا تخلون الهم يدخل عليه يستطيعون والله ما يستطيع ما يستطيع يتلذث بالنوم وهذا ليس في حق الملوك والحكام فقط حتى التجار حتى بقيته حتى فقراء الناس اللي يعرض عن الله عز وجل لن يجد إلا هذه الحياة السيئة كما قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة شوف هذاك لهم الحياة الطيبة وهؤلاء لهم المعيشة الضنكة وهذه المعيشة الضنكة في الدنيا وليست في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا بدليل أنه قال تعالى ونحشره يوم القيامة يعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الأمر ليس بهذه السهولة يحدثوني بعض الأخوة وعن هم يجدونهم هم حلال تجار يعني الله رازقهم وإزاهم الله خير يساهمهم معنا في أعمال الخير وكذا لكن بعضهم يعيش هم وغم ما يعلم فيه المال بعضهم يقول أنا حين فقط أحاتي المستقبل خايف على عيالي خايف من خسائر خايف من كذا ومرة رأيت مقطع لأحد الأفاضل يقول نحن في مدينة من عواصم الدول العربية المسلمة يقول وزرنا أحد التجار في بيته ونريد منها أن يتبرع بمبلغ ونزاه الله خير تبرع معنا ثم قال لكن يا مشايخ اسمحوا لي أعرض عليكم مشكلة قال أنا صار لنحين سنين ما أنا اللهم ستطر يعطوني حبوب وعقاقير وأدوية تعوض النوم يقول أتمنى أتمنى أنا والله إني مستعد أفرط في نصف موالي في مقابل إني أنا ممكن أوريكم مشهد قال تفضط راحوا يقول وقف على الدريشة يقول شفته هذا الأخ الحارس اللي نايم على الكراتين العمارة اللي جنبهم الأرض اللي جنبهم كبيرة تنبني وفيها حارس أدري حارس من إخواننا العرب الله يوفقهم فحاط كراتين ونايم نايم الحارس يقول والله إني أغبطه على هذه النومة أتمنى أنام مثل نومته الله وهذا عنده الملايين المملينا ولهذا السعادة موتي ذي كم واحد عنده وهو ما يأكل يعني واحد يسولف لي يقول فلان تعرف أدرس أينها فلان معروف عيال ابن الحلال يعني منتو جار المجتمع ورجل إن شاء الله على خير بس يقول يصيب بأمراض ما يقدر يأكل أي شيء يقول شفت كان عازمنا على بوفيه يقول ما يأكل من بوفيه أبدا يقول وشوف العمال والدني والله أن يغبطهم على أنهم يأكلون ما يقدر ما لذة وطاب من الطعام فالسعادة ليست في الأموال وليست في المتاعي الدنيا السعادة داخلية في داخل القلب في استقرار النفس استقرار الروح إلى شئ مع الله سبحانه وتعالى ومع ذكر الله سبحانه وتعالى شيخنا ودنا أيضا نسترسل لكم نستأذنكم شيخنا في فاصل ونعود بإذن الله توكل مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم بإذن الله اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وقد تذاكرنا معكم معنى الحياة السعيدة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل هذه الحياة السعيدة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة حياكم الله شيخنا الكريم الله يحييك شيخنا الآن تعرضنا إلى معنى الحياة السعيدة وأن الحياة السعيدة هي استقرار النفس والراحة والطمانينة واستحضرني شيخنا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من آلام من شديدة جدا كما أخبرت أنه قد يتألم المؤمن ولابد أن يبتلى وتمر عليه من الاختبارات لأنه في دار اختبار ودار ابتلاء ولكن هذه العواصف خارجية وكان صلى الله عليه وسلم دائما يبتسم ويحب الفأل الحسن وكان واثقا بربه سبحانه وتعالى وكان مطمئنا مستقر العين مرتاحا هذه مع البلاية التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم لذلك الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية والحياة الطيبة وباستقرار النفس بين يد الله سبحانه وتعالى شيخنا أيضا نبننتقل أيضا إلى نص أيضا نصوص تبشر المؤمن الآن المؤمن بعد أن علم بمجملة حياته بالجملة أن حياته ستكون طيبة إذا التزم الإيمان وابتعد عن مواطن المعاصي أيضا هناك مبشرات له أنه ذنوبه تتساقط أحيانا وهو لا يشعر يعني قد يكون يمشي في الأرض والذنوب تتساقط منه بمصافحة لأخيه باستغفار باستغفار غيره له فموارد المغفرة للمؤمن حينما يدخل في هذا الإيمان تنفتح عليه موارد عظيمة جدا في مغفرة الذنوب فنريد أن نتكلم عن هذه الموارد شيخنا نعم في الحقيقة يا شيخ سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة الكاملة التي نحن بحاجة لسلوك هذه عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن وإذا تأملت يعني النصوص القرآنية مثلا وإن تطيعوه تهتدوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا إنما كان قول المؤمن يدعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم النبي صلى الله وسلم إذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشدهم بلاء حتى قال العلماء ما من معجزة أيد الله بها نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأيّد محمد بمثلها أو نظيرها وما من بلاء ابتلي به أحد من الأنبياء السابقين إلا وابتلي محمد صلى الله عليه وسلم بمثله أو نظيره أمراض ابتلي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالسحر ابتلي بغيره شجت وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام وحصل وحصل كذلك ابتلي بالجوع نبي جوع نبي يربط على بطنه حجرين من الجوع تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام خبز الشعير هذا أنا أكلته يعني جربت بعضه لما كنا في في السجون أيام الغزو العراقي على الكويت فلما كنا في المعتقلات هناك كان يسمونه صمون جيش هو صمون بس حبوب الشعير واضحة فيه على عدلها يعني مول ويكون يابس في العادة يابس تحتاج أنك تنقع بالماء عشان تقدر تفتتها وتأكل تأكل منها والحقيقة أنه يشبع يعني يسد الجوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الخبز الردي ما شبع منه ثلاثة أيام وهو منه محمد صلى الله عليه وسلم الذي توضع بين يديه كل خزائن الدنيا نورانه والذهب والفضة والقلاطير المقلطرة والخيل المسوم والعام والحارث ويفرقها في ساعة من نهر نبي صلى الله عليه وسلم الشيخ سعد من الابتلاءات العظيمة هذه يدركها منه الآباء اللي جرب الأبوة واللي جربت الأمومة من الأمهات تدركها طلقت بناته بسبب دعوته إلى التوحيد والإسلام طلقت بناته وصبر أخرج من بيته وداره وبلده وصبر عليه الصلاة والسلام سب وشتم وقاطعه قومه وصبر ثلاثة سنوات قاطعوا بني هاشم في الشعب حتى كانوا يأكلون ورق الشجر والجلود وصبر عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول له فاصبر صبرا جميلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام ولذلك نحن بحاجة إلى هذه الصور التي تشرق بالصبر والإيمان عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير والصبر سلمك الله هو ليس فقط مفتاح الفرج الصبر رأس الإيمان كما يقول العلماء وهو شطر الإيمان والصبر جاء ذكره في القرآن أكثر من تسعين مرة الأمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر في مواطن كثيرة وما أعطي أحد عطاء أعظم ولا أبلغ من الصبر والصبر ضياء كما يقول عليه الصلاة والسلام فكونك تصبر على الابتلاءات وعلى الافتراءات وعلى الهموم والغموم وعلى ما قد يصيبك من الحرمان نحن ترى بشر حياناً تطمح لشيء معين عرفت ولا لا ويكون هذا الشيء شر لك وربما صرفه الله عنك وتتألم إنما تحقق لك ولو إذا جاءك الشيطان وقالك شوفه فلان تحقق له هذا الشيء وإنما تحقق لك قد يجعلك تسيء تسيء الظلون وتسيء الأفهام فلذلك الصبر من روافده ومعطياته أنك تذكر أن العاقبة للمتقين والعاقبة للصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني من غير عد وكذلك تدرك أن صبرك على الابتلاءات زيادة لك في الحسنات ورفعة لك في الدرجات وهذا الأمر يعني أنت إذا جاءك الوقت الذي تحتاج فيه إلى الصبر فهذه هدية قدمها الله لك منحة ربانية منحك الله إياها حتى تصحح وتكفر عن كثير مما وقع لك من تقصير وذنوب وخطايا عسى الله يرحمه حالنا وحالكم فصوصا إذا معنا وقت بنكمل فيه لا شيخ نحن أنا وصلنا توكل ألا فعلا شيخ نحن يعني الآن نلخص أن من ابتلي وصبر وتصابر وصبره الله فهو الله أعطاه نعمة عظيمة بهذا الفضل بأنه جعله يتذكر ويصبر بهذا الصبر العظيم وهي أيضا ما يبشر الله سبحانه وتعالى به العباد ويعرف ما له في الآخرة وريدنا أيضا نتكلم في نصوص كثيرة شيخنا في حق الأهل الإيمان وما لهم من نعيم في الدنيا قبل الآخرة من ما من الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الدنيا ولكن انتهت هذه الحلقة بإذن الله في حلقات قادمة شيخنا بحبكم شيخنا مشاهدين الكرام نراكم بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته